دكتور أنور، لماذا حزب العمال يتقدم هذه المرة تحديداً وبعد غياب دامة لأربعة عشر عاماً؟ يعني أنا في اعتقادي ليس قوة بحزب العمال بقدر ما هو الضعف وتراجع وتشتت وانقسام داخلي وسوء أداء اقتصادي وسياسي بالنسبة لحزب المحافظين كما نعلم المحافظون هيمنوا على الساحة السياسية والاقتصادية في الفترة السابقة لكن واجهوا أزمتين كبريين هما بطبيعة الحال وباء كورونا الذي أثقل كاهل الاقتصاد البريطاني وأضعف البلاد إضافة إلى الضربة القاتلة التي تلقتها بريطانيا وأوروبا بالتحديد من الحرب الأوكرانية الروسية كما نعلم هذه الحرب أثرت على أوروبا بشكل كبير جدا باعتبار أن أوروبا كانت تعتمد بما بين 30 إلى 55 بل 60% من طاقتها سواء النفط أو الغاز على القادم من روسيا وبأسعار رخيصة ضف إلى ذلك أن أوروبا اكتشفت أن روسيا وأيضا أوكرانيا كانت تزودان أوروبا بالقمح وأيضا الكثير من المشتقات التي أيضا أثرت على سلاسل الغذاء في البلاد هذا أضعف حقيقة حزب المحافظين وأيضا لنا سبعد على الإطلاق أزمة ثالثة أو كارثة ثالثة في اعتقادي وهي إصرار المحافظين على الخروج من الاتحاد الأوروبي وإنجاز هذا الخروج كيفما كلف هذا الخروج رغم أنه كان وبالا وكارثة اقتصادية على بريطانيا وبالتالي هم الآن يدفعون المحافظون يدفعون ثمن هذه الأخطاء الكبيرة العمال كما نعلم من يقود بريطانيا منذ الحرب العالمية الثانية هما حزبان حزب العمال وحزب المحافظين تماما كما يحصل في الولايات المتحدة الديمقراطيون والجمهوريون يقودان الدولة طبعا هذا في العرف الآن في العرف البريطاني الآن والكثير من المواطنين يعتقدون أن هناك ظلما بهذا الموضوع ويجب أن يكون هناك حزب ثالث ورابع تتنافس هذه الأحزاب بحيث تتبادل السلطة تاريخيا يأتي المحافظون دائما لإصلاح الاقتصاد وهم جيدون وناشطون ولديهم خبرة في الاقتصاد بشكل جيد ثم يأتي العمال ويبخرون لنقل أو يضيعوا إلى حد ما الترف الذي حققه المحافظون هذا تقليديا في بريطانيا كذا السياسة الآن المحافظون يستفيدون حقيقة من أخطاء العمال يستفيدون من أخطاء المحافظين وبالتالي لهذا نرى شعبيتهم مرتفعة في الشارع إلى حد ترجمة نانسي قنقر